بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبات وطالبات الصف الاول التجاري والفندقي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج شرح مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا التقينا مع بعض في حلقات سابقة اكتر من حلقة اتكلمنا فيها عن المقدمة الخاصة بالسكرتاريا باللغة الانجليزية اتكلمنا عن بعض التفاصيل الخاصة بالمادة المهمة جدا بالنسبة لنا كبداية في المنهج بتاعنا وبعد كده تناولنا عمليات التجارة الداخلية او inland transactions او اللي بنسميها home trade وبعد كده اتكلمنا عن business letter او رسالة تجارية اللي بنتناولها في الاجزاء العملية في معظم مناهج التعليم الخاص بالسكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا نموذج الرسالة التجارية اتكلمنا عليه بالتفصيل وكمان عرفنا ان انا عندي 3 رسائل اساسية في التجارة الداخلية طبعا رسائل تجارية لان اتفقنا ان انواع رسائل بواجهة عام كانوا 3 انواع 3 انواع من الرسائل كانت الرسائل الشخصية وكانت رسائل رسمية وكانت رسائل التجارية طبعا اتكلمنا بشكل تفصيلي عن رسالة تجارية كان لقيه عود عرفنا اللي يود بتاعها الشكل بتاعها وعرفنا ايه الاجزاء وعرفنا مكونات الرسالة التجارية وعرفنا ان فيه 8 اجزاء لرسالة التجارية وتناولناهم بالتفصيل في الحلقات السابقة كلمنا كمان عن عمليات التجارة الداخلية والثلاث رسائل الأساسية اللي نفتكرهم نتذكرهم بسرعة كانت inquiry letter وكانت quotation letter وكانت order letter وكانوا ثلاث رسائل الأساسيين كلمنا عليهم في الحلقة السابقة طبعا لما تكلمنا عن عمليات التجارة الداخلية والثلاث رسائل كان هدفنا الأساسي نحن نعرف كل رسالة تجارية مين اللي بيرسلها المين رسالة تجارية الأولى الانكوياري letter كان بيرسلها buyer to seller كان المشتري بيرسلها للبائع طبعا بيستفسر عن prices and terms كانت الأسعار والشروط رد عليه seller أو البائع طبعا رد عليه ال quotation letter أو رسالة التسعير رسالة التسعير كانت رد على الانكوياري answering the inquiry رد على الاستفصال ال order كانت رسالة التالتة ووصلت لمرحلة شراء البضاعة بالفعل مش مجرد ان انا استفسر أو اسأل عن سعرها لما عجبتني الأسعار والشروط اللي كانت موجودة في ال quotation letter بدأت اطلب البضاعة بالفعل لما طبعا الأسعار والشروط نالت موافقة المشتري وصلنا للمرحلة التالتة كانت ال order letter النهاردة هنتكلم عن أجزاء مهمة جدا هنتناول جزء من الأجزاء النظرية اللي كنا بنأجلها تأجيل بسيط وطبعا اتفقنا وعدناكم ان احنا هنتكلم عن الأجزاء بتاعت المنهج بشكل كامل مش هنسيب أي جزء ايه وبأمر الله في المنهج بتاعنا سواء في الجزء العاملي أو في الجزء النظري إلا ما هنتناولها بالتفصيل في الحلقات بتاعتنا الخاصة بمادة السكرتاريا باللغة الانجليزية طيب النهاردة هنتكلم عن حاجة تناولناها في حلقة سابقة هنرجع عليها بشكل سريع علشان بعد كده هنبدأ نشوف أشكال الأجزاء النظرية اللي اتكلمنا عليها واتفقنا عليها قبل كده نشوف شكل السؤال ممكن يجيلي في الامتحان إزاي طبعا الكتاب المدرسي غني جدا بيه الأسئلة المتنوعة سواء الأشكال المختلفة السؤال النظري أو السؤال العملي والسؤال النظري كمان ليه أشكال مختلفة تفقنا أن فيه سؤال سؤال بيتطلب أن يكون بترجم أو عارف ترجمة الكلمات الإنجليزية بشكل واضح وعندي كمان سؤال أو الاختصارات طبعا الكلمة المختصرة وقابلتني كلمات مختصرة في التمرين وشرحنا بشكل سريع ساعتها وعرفنا أن الشكل السؤال أساسا الجاي الخاص بالأبريفيشن أنه بيجي لي كلمة مختصرة ويطلب أن أكتب له الكلمة بالكامل أو العكس بيجيب لي الكلمة كاملة ويطلب أن أكتب له الاختصار بتاعها هنتناول النهاردة أو الشروط اتفقنا أن أنا عندي نوعين من الشروط شروط التسليم وشروط الدفع هنتكلم عليهم بالتفصيل لأن ده هيفرق معايا جدا وانا بتعامل مع الانفويس أو الفاتورة اللي هنتناولها في الحلقة القادمة بأمر الله هنبدأ نشوف كده التارمز أو الشروط اللي أنا كنت بس تفسر عنها في الانكوياري واللي البائع رد علي فيها في الكوتيشن واللي لما عجبتني هي والبرايسز أو الأسعار بدأت أن أنا أطلب البضاعة في الأوردر لتر هنبدأ نبص عليهم تاني نركز فيهم كويس يا شباب بعد إذنكم عشان نعرف الفرق ما بينهم هنتناول أجزاء مهمة جدا في الحلقة بتاعت النهاردة يلا بينا نشوف تارمز أوف ديلافري تارمز أوف ديلافري شروط التسليم شروط التسليم في التجارة الداخلية يا شباب عندنا نوعين من الشروط الخاصة بشروط التسليم عندي النوع الأولاني يعني إيه يا مستر إي أكس ووركس الاختصارها بنقصين زي ما احنا شايفين بدأنا نبدأ كده نستوعب يعني إيه اختصار يعني إيه كلمة مختصرة كلمة مختصرة يعني حروف بتعبر عن كلمة كاملة بدل مكتب الكلمة كاملة باختصارها بالحروف اللي قدامنا دي يا شباب إي أكس ووركس اختصارها إي أكس دابليو معناها إيه معناها تسليم أو توصيل البضاعة أت ذا سيلرز ويرهاوس يعني إيه سيلر سيلر يعني بائع سيلر دا هو اللي أنا هسلم عنده البضاعة في الشرط اللي قدامي طيب معناها تسليم البضاعة محل البائع يبقى تسليم البضاعة محل البائع اختصاره إي أكس دابليو تمامي إيه هو الشرط التاني شرط التاني دي لفرد ديوتي بايد أو الاختصار بتاعها دي دي بي دي دي بي يعني إيه الكلام دا مينز دي لفرد ذا جودز آد ذا بايرز ويرهاوس دا معناه تسليم البضاعة محل المشتري يبقى نبص لهم تاني كده شباب أول واحد دي لفر ذا جودز آد ذا سيلرز ويرهاوس والتاني دي لفر ذا جودز آد ذا بايرز ويرهاوس يبقى واحد منهم التسليم محل البائع شرط الأول شرط التاني التسليم محل المشتري بارزنكم بس هنتناول دقيقة واحدة في توضيح الفرق والاختلاف ما بين شروط التسليم الاتنين اللي شفناهم قدامنا حالا يعني ايه التسليم محل البائع والتسليم محل المشتري يهمني جدا الكلام دا شباب التسليم محل البائع معناه ان انا لازم اروح اسطلم البضاعة من مكان البائع البائع ما بيوصلش بضاعة زي ايه زي اي سلعة انا بنزل اشتريها اروح المحل بنفسي عشان احصل على السلعة من مكان بيعها في محل البائع بالنسبة المحل المشتري الوضع مختلف ان انا بقاعد في المكان بتاعي سعب بطسل بالديليفري جيب لي اكلي جيب لي اي سلعة فببدأ ان انا يوصل لي السلعة لغاية المكان بتاعي او محل الاقامة بتاعتي هنطبق دا بالنص على الشرطين اللي لسه متكلمين عليهم حالا محل البائع يعني كده طبعا على الاختلاف عشان محدش يتخيل يتخيل ان انا كمشتري بشتري قطعة واحدة او حاجة مثلا اكل سلعة لا طبعا انا يعني انا بدي لك مثال مبسط لكن في الحقيقة احنا بنتكلم عن شركة شركة كبيرة بتتعامل بكمية كبيرة من البضاعة بتشتري كميات كبيرة من البضاعة مش انا بشتري قطعة واحدة لا انا بس بدي لك مثال عشان ذهنك يبقى حاضر وفاهم الفرق بين البائع والمشتري كمحل للتسليم اتفقنا طيب يبقى محل البائع البائع ما بيوصلش البضاعة للمشتري في الحالة دي وبيبدأ البائع يوافق على الاسعار والشروط خلاص اعلن الاسعار والشروط المشتري وافق عليها أنا هوصل لمحل البائع عشان أحصل على البضاعة ده في الشرط الأولاني شرط التسليم محل البائع بالنسبة للتسليم محل المشتري الشرط التاني الاختلاف بيبقى في إيه؟ الاختلاف بيبقى أن ساعتها البائع بيوصل البضاعة لمحل المشتري بدون أي مصاريف إضافية تمام كده؟ يبقى تاني ايه هما الشرطين؟ شروط التسليم في التجارة الداخلية أنا عندي شرطين زي ما اتفقنا التسليم محل البائع EXW والشرط الثاني delivered duty paid أو التسليم محل المشتري اللي هو GDP اتفقنا؟ مش عايزين ننسى شروط التسليم عشان شروط التسليم مهمة جداً وبتفرق معايا بتهمني وأنا بعمل الفاتورة يلا نكمل ونشوف يعني مصروفات طب بنتكلم عن ايه هنا؟ بنتكلم عن المصروفات الأساسية في التجارة الداخلية ايه هي المصروفات اللي بتتصرف على البضاعة من وقت خروجها من محل البائع لغاية ما بتوصل لمحل المشتري عندي نوعين من المصروفات الأساسية في التجارة الداخلية ايه هم؟ المصروف الأولاني اسمه بورتريج تاني او المصروف اسمه بورتريج يعني يا مستر بورتريج بورتريج يعني مشال يعني ايه يا مستر مشال يعني واحد شال البضاعة من مكان لمكان وخد اجرة على العملية دي اللي هو الشيال لما بيبقى عندي تلاجة او عندي غسالة او عندي حاجة تقيلة عايز اطلعها الشقة بتاعتي بجيب واحد يشيلها لي لان انا مش بقدر اشيلها فبجيب حد متخصص بيقدر يشلي الحاجة دي الشخص ده قبل ما يطلع لي الحاجة بيقول انا هاخد منك مثلا ميت جنيه هاخد منك خمسين جنيه الفلوس دي في الحالة دي يا شباب اسمها مشال ننقل ده للبضاعة البضاعة دي بتتحمل من المخزن على العربية عشان تتنقل لمكان المشتري وبالتالي الشيال اللي هيرفع للبضاعة من المخزن حطها لي على عربية النقل ده بياخد مشال نفس الكلام الشيال اللي بينزل البضاعة لما العربية بتوصل لمحل البائع بينزل البضاعة من العربية يحطها في المخزن بتاع المشتري ده برضو بياخد مصاريف مشال نبص على التعريف بتاع البورترج مين هما البورترج؟ الشيالين اللي قلنا عليهم من شوية اللي بيشيلوا البضاعة ينزلوها للمخزن بتاعي يبقى تاني البورترج اللي هي المشال هي تكلفة حمل البضاعة بواسطة الشيالين أو الحملي النوع التاني من المصرفات هو الكاريج الكاريج ده بقى التكلفة اللي بتاخدها مني عربية النقل اللي بتنقل البضاعة من مكان البائع لمكان المشتري يبقى ايه هو الكاريج؟ هو تكلفة تكلفة نقل جودز ايه هي الجودز؟ جودز اللي هي البضاعة باي كارز ايه هي الكارز؟ اللي هي السيارات طبعا سيارات النقل اللي بتنقل البضاعة بتاخد مني مصروف الكاريج او مصاريف النقل يبقى لما نبص تاني كده ليه الاكسبانسز ان ذا هوم تريد لما نيجي نبص ليه المصرفات في التجارة الداخلية هنلاقي نوعين من المصرفات بوتردج اند كاريج اتفقنا؟ هنوضح كالعادة جزئية بسيط ايه هي؟ المصرفين اللي احنا اتكلمنا عليهم المصرفات في التجارة الداخلية بيختلفوا على حسب شروط التسليم بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى مين اللي هيتحمل المصرفات دي؟ البائع ولا المشتري تبقى انا اعرف منين يا مستد هنقول مثال بسيط على نفسنا كالعادة من حياتنا العملية طبيعية اللي احنا بنتعامل بيها وانتو بعد كده بنفسكم اللي هتقولولي المصرفات مين اللي هيدفعها في كل شرط من شروط التسليم انا لو هستلم بضاعة من محل البائع انا رحت لغاية البائع علشان اشتري البضاعة يبقى التسليم هنا محل البائع نزلت ركبت مواصلات دفعتها من معاي وانا مروح شايل البضاعة انا برضو اللي اتحملت التكلفة هنا اخلي بالكم واحد ساعدني ممكن اشلك الحاجات جاقاش اللي هملي بعد اذنك رحت مجيله عشرة جنيه او عشرين جنيه مين اللي دفع المصاريف هنا انا كمشتري اللي دفعته اتفقنا يبقى تاني تاني المصاريف مين اللي هيتحملها عشان نبقى عارفين واحنا بعد كده بنتكلم عن الفاتورة اهم مستند في مستندات التجارة الداخلية نبقى عارفين المصاريف مين اللي هيتحملها سواء الكاريج او البورتريج في حالة التسليم محل البائع انا كمشتري اللي هتحمل كافة المصرفات ليه؟ لان البائع شرط علي من الاول تعال استلم البضاعة من عندي اذا انا هتحمل كافة المصرفات في حالة التسليم محل البائع في حالة التسليم محل المشتري لو اتصلت بالراجل بتاع الدلافري جاب لي الحاجة لغاية البيت بحسبه على تمن البضاعة فقط وهقول ملحوظة صغيرة عشان فيه تساؤلات بتضور في ذهننا دلوقتي انا عارف بديله تمن البضاعة بالزبط ايه هي؟ تمن البضاعة ينفع يقول لي هات عشان انا ركبت هات عشان انا شلتهم لا ليه؟ لان التسليم هنا محل المشتري اذا البائع بيتحمل كافة التكاليف اتفقنا؟ كويس جدا سامع حد بيتساءل سؤال بسيط مستر مهنة لما بجيب البضاعة بيقول لي فيه فلوس معينة للديليفري ايوة تمام بس ما قال ليش ان المصروف ده لهو مصروف نقل ولا مصروف مشاري وده طبعا عشان انا ريحت نفسي وانا قاعد في مكاني البضاعة جات لي لغاية عندي بدون تعب او عناق اتفقنا؟ وده برضو بيدينا ملحوظة صغيرة تمن البضاعة اللي هروح استلمها من محل البائع هيزيد جزء على تمن البضاعة لو استلمتها محل المشتري مثلا بيتزا هروح اجيبها من المحل هيحسب لي البيتزا بمية جنيه طبعا لو استلمتها في البيت هيقول لي لا جيب مية وعشرة ما كانت بمية ايوة جيب مية لما تيجي تستلمها من المحل بتاعي معنا كده الملحوظة الصغيرة عشان التساؤلات اللي بتضور في ذهننا دلوقتي لما باستلم البضاعة في محل المشتري تمن البضاعة بيزيد شوية ده تعويضا للبائع عن المصروفات اللي دفعها لغاية لما وصل لي البضاعة يبقى دلوقتي انا عندي شرطين من شروط التسليم تسليم محل البائع والتسليم محل المشتري واتفقنا ان المصروفات بتختلف مين اللي بيتحمل المصروف في حالة التسليم محل البائع بيتحملها المشتري بيتحملها بالكامل في حالة التسليم محل المشتري المشتري ما بيتحملش اي تكاليف لكن طبعا بيزيد عليه جزء من تمن البضاعة لكن ده مش هيظهر عندي في الفاتورة اتفقنا؟ احنا اتكلمنا عن شروط التسليم في التجارة الداخلية واتكلمنا عن المصروفات الأساسية في التجارة الداخلية لما نجي نتعامل في الأسئلة النظري هيجي اسألني على الأجزاء دي ممكن يجي لي جزء ترجمة أو طبعا الترانسليشن أو الابريفييشنز بعد ما هنشوف بعد شوية هنشوف الابريفييشنز والترانسليشن تشوف الأسئلة الترجمة والأسئلة الخاصة بالاختصارات وهنشوف كمان أجزاء للنظري طبعا الجزء النظري بتاعنا هنتناول بعض الأجزاء النظرية الحلقة مهمة جدا ياريت محدش فيكم يقوم من قدام التلفزيون خالص واحنا بنشرح سكرتاريا باللغة الإنجليزية علشان ما يفوتوش أي جزء في الحلقة بتاعتنا كالعادة وبننوه تاني الحلقة لو فاتتني أو معرفتش معادها أو ملحيتش أتفرج عليها لأي ظروف بدخل على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب وببحث عن المادة اللي أنا عايزها بلاقي كل الحلقات موجودة على قناة مصر للتعليم الفني وهنستنى تعليقاتكم تحت كل فيديو أي استفسار أي معلومة محتاجة توضيح بنوضحها على طول في الحلقة القادمة وبنرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأي مادة تحت الفيديو الخاص بأي مادة هنسيب التعليق وهنلاقي الرد فورا بأمر الله نرجع تاني ونبص على ده النوع التاني من الشروط يا شباب ايه هو النوع التاني من الشروط؟ شروط التسليم اللي خدناها ده شروط الدفع نركز شوية بعد إذنكم في شروط الدفع شروط الدفع في التجارة الداخلية ايه هي؟ شرط الاولاني كاش واذ اوردر يعني يا شباب كاش واذ اوردر كاش يعني نقدا أو الدفع أو السداد واذ اوردر ايه هو الاوردر؟ الاوردر هو الطلب كاش واذ اوردر الدفع مع الطلب أو الدفع عند الطلب ده معنى ايه؟ معنى ان انا لازم ادفع قيمة البضاعة بالكامل بمجرد اني اطلب البضاعة مش هستنى تتوصل لا هتسدد قيمة البضاعة كاملة وانت بتطلبها تبعث لي شيك تحول لي المبلغ على حسابي اهم حاجة ان الشرط هنا تدفع لي تمن البضاعة وانت بتطلبها زي ما بطلب حاجة اونلاين قبل كده قلنا اما بطلب حاجة اونلاين بيقول لي لا انا مش اوصلها لك الا ما تدفع علي قيمتها وساعتها كنت بدفع بالفيزا او بالكريدد كارد عموما تمام اذا هنا التعريف بتاعها او المفهوم بتاعها مشتري بيدفع قيمة البضاعة مشتري هنا بيدفع قيمة البضاعة يا شباب نقدا نقدا مع الطلب شرط مش شرط يكون نقدا هنا بنعبر عن كلمة كاش بعملية الدفع بوجه عام ان انا عندي وسائل متعددة للدفع في منهم دفع نقد وفي منهم دفع اجل هنتناولهم بالتفصيل بامر الله في الترم التاني لكن خلينا الاول في الشرط الاولاني terms of payment cash with order الدفع عند الطلب نشوف الشرط التاني الشرط التاني cash on delivery اللي هو اختصاره c o d هنا معناه ايه cash on delivery ال delivery اللي هو التسليم يبقى هنا الدفع عند التسليم وانا بسلمك البضاعة ادفع قيمتها يا ترى الشرط ده مختلف عن الشرط اللي فوقيه طبعا طبعا الشرط اللي فوقيه انا دفعت قيمة البضاعة قبل ما استلمها فكان اسمه الدفع عند الطلب cash with order اختصاره ايه c w o الشرط التاني انا دفعت البضاعة وانا بستلمها اسمه ايه cash on delivery c o d معناه ايه بقى cash on delivery the buyer pays the value of goods المشتري بيدفع قيمة البضاعة cash on delivery بيبعتها او بيدفعها نقدا او الدفع بوجه عام اتفقنا عند التسليم cash on delivery نشوف الشرط التالت الشرط التالت اسمه prompt cash prompt cash prompt البي الاولانية تنطقت والبي التانية اللي قابل التي طبعا silent مش بتتنطق معناه البرامت كاش معناه الدفع الفوري الدفع الفوري كلمة مش واضحة بالنسبة لنا معناها ايه الدفع الفوري يا شباب the buyer pays the value of goods المشتري بيدفع قيمة البضاعة within within three days خلال تلت ايام from the date of receiving the goods بيدفع لي البضاعة خلال تلت ايام من ها تاريخ استلام البضاعة يبقى معناه ايه البرامت كاش عشان هيجيلي عليه سؤال بعد شويه وعايزكم تبقوا فكرين بعد اذنكم ايه هو البرامت كاش البرامت كاش ان المشتري بيدفع قيمة البضاعة خلال تلت ايام من استلامه للبضاعة يبقى استلم البضاعة في خلال يوم او اتنين او تلاتة بكون دافع قيمة البضاعة ده معناه البرامت كاش او الدفع الفوري مصطلح خطير جدا جدا the discount the discount ايه هو ال discount the discount اللي هو الخصم تمام كده اسمه ايه اسمه the discount there are two types of discount there are two types of discount two يبقوا كام يبقوا اتنين كام نوع للخصم يا شباب نوعين للخصم النوع الاولاني trade discount الخصم التجاري الخصم التجاري النوع التاني cash discount ده الخصم النقدي في فرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي قلته لكم قبل كده وهقوله لكم تاني يلا نشوف النوع الاولاني او trade discount trade discount is a reduction on the price of goods هو تخفيض هو تخفيض في قيمة البضاعة gives to the buyer بيمنح للمشتري السبب to encourage to encourage him to purchase لتشجيعوا على شراء البضاعة يبقى الباقي عدة الخصم التجاري للمشتري ليه؟ عشان يشجعوا على شراء البضاعة اتفقنا؟ يبقى نعلم الخصم التجاري ونميزه بايه؟ ان المشتري بيحصل على الخصم التجاري عشان اشجعوا على الشراء النوع التاني تعالوا طيب نكمل بيقول لي it comes in from a percentage ممكن نحصل عليه بشكل نسبة مقاوية or a fixed amount او مبلغ ثابت of value of the goods او مبلغ ثابت من قيمة البضاعة يبقى شكل الخصم التجاري ايه؟ ممكن يبقى نسبة مقاوية زي ما هنشوف في الفاتورة في الحلقات القادمة وممكن ألاقيه بمبلغ ثابت محسوب بشكل جاهز it appears on the invoice الخصم التجاري يظهر بالفاتورة يبقى الخصم التجاري هو تخفيض في قيمة البضاعة بيشجع المشتري على الشراء ممكن يجيلي بشكل نسبة مقاوية او بمبلغ ثابت الخصم التجاري بيظهر بالفاتورة الفاتورة النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني cash discount الخصم النقدي النوع الثاني الخصم الايه؟ النقدي اختصروا ايه cash discount cd ماله is a reduction هو تخفيض on the price of goods على قيمة البضاعة given to the buyer مين اللي بيحصل عليه؟ المشتري to encourage him to prompt payment ليشجعه طبعا على سداد السداد الفوري السداد بسرعة or payment during a specified period او ليه السداد خلال مدة محددة ده مين؟ ده الخصم النقدي الكاش discount it appears on the books it appears on the books بيظهر بالدفاتر الخصم التجاري بيظهر فين؟ الخصم التجاري بيظهر في الفاتورة لكن الخصم النقدي بيظهر في الدفاتر عندي مقارنة ما بين الفرق بين الخصم التجاري وما بين الخصم النقدي differences between trade discount and cash discount الفرق بين الخصم التجاري والخصم النقدي trade discount او الخصم التجاري تعريفه a reduction تخفيد to encourage the purchase to encourage the purchase يعني لتشجيع الشراء اني حط تانية اصادها الكاش discount a reduction برضو تخفيد بس المراجي to encourage the prompt payment ليه تشجيع السداد العاجل السداد الفوري السداد بسرعة تانية حاجة للخصم التجاري trade discount appears on the invoice بيظهر في الفاتورة الكاش discount appears on the books بيظهر في الدفاتر تالت حاجة في trade discount خصم التجاري it is neither a gain nor a loss هو لا يعتبر ولا ربح ولا خسارة طب بالنسبة للخصم الناقدي it is a gain for buyer هو ربح للمشتري and a loss for the seller and وخسارة للبائع مهم جدا الاختلاف ما بين الخصم التجاري والخصم النقدي نبص على the abbreviations او الاختصارات مهم جدا 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 سؤال الاختصارات سؤال الاختصارات سؤال الاختصارات سؤال اساسي في الامتحان ما فيش امتحان سكرتاريا فرانجي او امتحان بيزنس بيخلو من الابرفييشنز او الاختصارات مفيش السؤال اللي قدامنا او القايمة اللي قدامنا الجدول في تلات خانات بعيدا عن خانة number نعنجي ابرفييشن اختصار الخانة اللي في النص فيها انجليش مينينج المعنى باللغة الانجليزية او الكلمة بالكامل كلمة اه انفول وبعد كده Arabic مينينج اخر خانة فيها المعنى باللغة العربية نبص على اول اختصار number one الاختصار cd cd اختصار لكلمة cash discount يعني ايه cash discount يعني خصم نقدي مطلوب مني ايه احفظ الكلمة مختصرة واحفظ الكلمة كاملة واحفظ المعنى باللغة العربية number two c o g يعني ايه cash on delivery cash on delivery لسه واخدنها الدفع عند التسليم مختصار number two cash on delivery number three c w o cash with order الدفع عند الطلب او الدفع مع الطلب تشارت التالت ولسه واخدنها برضو من وقت وجيز جدا number four كلمة mobile محدش فينا يفتكر كلمة mobile دي كلمة كاملة لا دي كلمة مختصرة طب كلمتها الكاملة ايه كلمتها الكاملة mobile phone mobile phone يعني تليفون محمول كلمة اللي كان بتجيلي في التمرين number five c o اختصار لكلمة company اختصار لكلمة ايه company يعني ايه company يعني شركة مهمة جدا رقم خمسة number six عندي اختصار من حرف واحد فقط D اختصار لكلمة discount يعني ديسكاونت ديسكاونت يعني خاصم نكمل الابرفيشنز number seven number seven برضو لسه واخدنها دي 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 يعني ايه يا مستر تسليم مخازن المشتري اللي هو محل المشتري يا شباب الاقتصادة كم تمانية هنحطه في دماغنا كده وهنحفظه عشان هنستخدمه في الفاتورة في الحلقة القادمة بامر الله بناخده دلوقتي كتمهيد للفاتورة اي اند او اي اخصار لكلمة اررز اند اميشنز اكسابتد ما عدا السهو والخطأ وهنشرحه بالتفصيل كمفهوم وانا بتناول الفاتورة بامر الله نمبر ناين نمبر ناين اللي اختصار كلمة مختصرة اي جي بي صار لكلمة اي جيبشيام باوند اي جيبشيام باوند ده الجنيه المصري العملة بتاعتنا العملة المحلية نمبر تن ايميل كالعادة كلنا مش مكتنع ان الايميل كلمة مختصرة لا طبعا كلمة مختصرة والكلمة الكاملة بتاعتها الكترونيك ميل يعني عنوان بريد الكتروني نمبر الافن اي ان سي اس اخصار لكلمة انكلوجرس انكلوجرس يعني مرفقات وده جزء من اجزاء البزنس لتر او رسالة التجارية نمبر تولف اي اكس دابليو اخصار لكلمة اي اكس ووركس معناها التسليم مخازن البائع اخصار لكلمة ثيرتين كلمة فاكس اللي كان بتجيلي في البيانات اللي في التمرين اخصار لكلمة فاكس مايل فاكس مايل يعني فاكس تمام نمبر فورتين كلمة غاية في الاهمية ال اي ان في اخصار لكلمة انفايس تكلم عليها بالتفصيل مش عايز لما اكتب لحد اي ان في قول لي يا ميستر دي معناها ايه معناها انفايس فاتورة طيب نمبر ففتين موبايل اخصار لكلمة موبايل فون نمبر سكستين آآ كيو كيو ده اخصار لكلمة كوانتيتي كوانتيتي يعني كمية نمبر سكستين التي اي ال طبعا ده التاليفون تاليفون ده رقم التليفون بتاع آآ الباقع او بتاع المشتري اللي بيجيلي في التمرين شكل سؤال اللي بيجيلي في الامتحان جدول مكون من ثلاث خانات خانة فيها كلمة مختصرة خانة فيها كلمة مكتوبة بالكامل باللغة الانجليزية خانة فيها المعنى باللغة العربية مطلوب مني ايه في اول واحدة؟ اول جملة مطلوب مني فيها الانجليش مينينج او المعنى او الكلمة in full طبعا كتب لي الكلمة بالكامل نمبر تو رقم اتنين مجيني الفاكسم spam ككلمة كاملة وعايز تالت واحدة الجملة التالتة مجيني وطالب الانجليش مينينج وطالب الارابيك مينينج نمبر فور مجيني الكلمة انفول الكلمة كاملة وطالب وطالب الارابيك مينينج آخر جملة رقم خمسة مجيني طبعا الكلمة المختصرة وطالب مني الكلمة كاملة والمعنى باللغة العربية هنجاوب دول طبعا كلام اللي مكتوب بالأصفر ده يا شباب ده اللي كان ناقص من التمرين وأنا كملته جي جي بي جي بي ها تسليم محل المشتري الفاكس مايل اختصارها كلمة فاكس معناها ان ارابيك فاكس سي دابليو او كاش ورد اوردر معناها تدفع عند الطلب الايميل اختصار لكلمة الكترونيك ميل ومعناها عنوان بريد الكتروني اي اكس دابليو اختصار لكيه طبعا الكلمة انفول اي اكس ووركس ومعناها التسليم مخازن البائع طيب احنا كده اتعرضنا لجزء نظري بالكامل في حلقة النهاردة لكن هو جزء لا يتجزأ عن الاجزاء العملية بامر اللي لما نتناول الفاتورة هنعرف اهمية الشروط سواء شروط الدفع او شروط التسليم نعرف ان نتعامل معها ازاي كلمات اللي تقالت النهاردة في الحلقة واللي عرضناها غاية في الاهمية عايزين نحفظ الابريفيشنز بالجدول بالكامل Arabic meaning والانجلش meaning والابريفيشن نفسه شوفنا سؤال الابريفيشنز في الامتحانات هنحاول كل حلقة بقدر الامكان نجيب لكو جزء من الاجزاء النظرية مع الاجزاء العملية علشان يبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل بسيط ما بنهتمش بحاجة على حساب حاجة اوعى تسمع كلامي انا لو قلتلك اهتم بالعمل على حساب النظري لا لا يا مستر اتمسك بحقك انا عايز ابقى ممتاز في المادة جزء النظري والجزء العملي بالعكس جزء النظري تمهيد لا يتجزأ عن الجزء العملي لازم حضرتك تبقى متمكن منه حافظ الكلمات اللي بنعرضها في كل حلقة قلنا فيه مسودة قدامي وانا بتفرج على الحلقة بكتب الكلمة بكتب قدامها الترجمة بتاعتها لما بننطقها او بنقول المعنى بتاع كل كلمة في خلال عرضنا الاجزاء اه كل حلقة مش عايزين نضيع مننا اي جزء اه دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة نشوفكم فيه حلقات قادمة بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته